اذا تكلمت وانا اعرف ان هذا سيحصل سيكون هجوم علي لاني اقول الحقيقة انا ساقول الحقيقة انا قلق على الاقتصاد الاردني ولا اتفق مع كل من يصرح بان الاقتصاد الاردني في طريقه الى الازدهار لان ليس هناك اقتصاد عالمي في طريقه الى الازدهار اولا يعني انت اذا الصين في عندها انت خفاض في الناتج اذا كل دول اوروبا نتيجها القومي تحت سلبي يعني تحت الصفر اذا امريكا عندها انخفاء اذا كل عالم كله يعاني من ازمة ستلتصل الى قمتها في عام 2020 كما اصدرت في تقريري وما نبهت عليه منذ اكتر من سنتين وقلت ان الكارثة الاقتصادية قادمة هذه الكارثة هي ازمة ولكن الازمة دائما فرصة وقلت بسبب هذه الازمة علينا ان نشكل على الحكومة مش علينا ان تشكل غرفة عمليات كيف نستطيع ان نواجه هذه اسمة لن يفيد بان نستمر ان نقول انه كل شي على خير لما بتمشي بشوارع عمان وبتشوف العمارات اللي للتأجير والبيع ظاهرة لم ارها انا من 40 سنة الى اليوم لما بتروح على المحلات وبتشوف عدد اللي عم بيقفل في المولات وفي الماكن لما بتشوف عروضات التخفيضات ل77 بالمية خصم 77 بالمية خصم خصومات لما بتشوف عدد الذين كما صرح صرح من قبل احد الخبراء بان هناك الاف هربوا من الاردن لانهم مطلوبين ماليا وخوفا من ان يجري الحجز عليهم لما بتشوف كل ظواهر الازمة الاقتصادية او كما يقول الامريكيون الكتابة على الحائط the writing is on the wall واضح ان نحن ولسنا فريدين بذلك انا ما عم بقول ان هاي لا غلطت الحكومة ولا غلطتي ولا غلطتك انا بقول في ازمة اقتصادية عم تنمو تدريجيا وعم بتصيب كل العالم اليوم انا اليوم بالذات قلق جدا لانني كنت اتوقع ان ما حصل من التحول من الصراع الاقتصادي او التجاري والعقوبات الاقتصادية والتجارية الى الحرب الاقتصادية وصلنا امس بتصريح رسمي من الصين انه اذا امريكا تريد الحرب كلمة الحرب الحرب الاقتصادية والتجارية فنحن جاهزون لها العالم بدأ يتكلم بكل دوله الا احنا بدنا نصر لنصر انه احنا بخير وانه وضعنا عظيم لا يا سيدي انا بدي اقول وضعي كل المؤشرات اقتصادية ايجابية في النمو في استثمار في بورسة عمان كله ايجابي كلهم انا بقول صح وان شاء الله يكون صحيح انا بقول على الطرف الاخر ان هناك ازمة قادمة اقتصادية يجب ان احطاط لها يمكن يكونهم صحوا يمكن انا غلطان بس اذا في حاجر رح يوقع على راسي ويمكن ما يوقع بزيح راسي اذا ما وقع ما حقصرت شيء بس اذا وقعت دمرت انا انبه باننا امام مستقبل وخصوص وقريب جدا عم بحكي عام 2020 عم بحكي قرون ولا عقود عم بقول ان العام القادم عام صعب على كل الكرة الارضية مش احنا الله ما نزلنا لحالنا ولا اقتصاد اقتصاد اكتمالي ولا يحتاج ان يكون له علاقات في الدنيا ما عناش اكتفاء ذاتي في اقتصادنا مش محتاجين العالم ولا العالم محتاجنا احنا جزء من هذا العالم زي العالم كله متجه الى هذه الكارثة احنا جزء منها موسيقى 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 موسيقى